تتلنا في وقت الأجازة هل محمد الشناوي هيمشي؟ الأهلي متقبل فكرة رحيل محمد الشناوي إلى في الفترة المقبلة إذا جاءت العروض الرسمية من الأندية السعودية وفي مقدمتها النصر ولكن إذا كان العرض مغري جدا للأهلي في هذا الإطار وأقول لكم أنه الأهلي الحقيقة أنا عجبني جدا بقيادة أمير توفيق مدير التعقدات في قصة الإحلال والتجديد أو التبديل والتوفيق اللي بتحصل يعني أن اللاعب أنت مش هتحس بصدمة أو بعجز لو مشي قندوسي مثلا قندوسي من ضمن اللاعبين المحتمل رحلهم لأنه جه في مرحلة إضافة وبعدها لما هيمشي مش هتحس أنه فيه تأثير حصل اللاعب ما اندمجش مش أزمة هيعرف يستفيد منه الأهلي على مستوى الإعارة أو على مستوى البيع الأهلي حاطت ده أو على مستوى أنه يبقى ويندمج أكتر تدريجيا نفس القصة في مركز حراسة المرمة محمد الشناوي سنوات شايل الفريق ممكن يمشي دلوقتي نقول قبل كده ما كناش بنقول لأنه ساعتها بدأ يدخل مصطفى شبير وده فكرة المؤسسة اللي بتكلم مع حضراتكم عنها أن كل حلقة بتؤدي إلى حلقة أخرى الفني منها والإداري منها هل أفشة جدد حصلت جلسة بالفعل بينه وبين الكابتن سيد عبد الحفيز اتكلموا على مستوى التجديد اللعب عقده بينتهي بنهاية الموسم اللي جاي ما اتفقوش خالص على الفلوس مجرد إحنا عايزينك وأنا مرحب فاللي جاي إيه؟ اللي جاي لسه بقى بداية الجلسات على مستوى أكثر عمقا للحديث عن الناحية المادية في الزمالك أو بالمناسبة الأهلي بكرة يلعب مع بيرامدز مباراة مؤجلة من الجولة 28 فيها أعلنت إدارة اتحاد الكرة أن الكابتن محمود ناجي سيكون حكما لهذه المواجهة أقولكم أن الكابتن محمد عادل كان تكلف بالمواجهة دي لكنه اعتذر رسميا قال لهما أنا آسف مش عايز مباريات خلاص الموسم انتهى بالنسبة لي سر غضب الكابتن محمد عادل هو أنه كان مرشحا لقيادة مباراة الأهلي وبيرامدز في السوبر المصري وبعدها اتشالت منه وراحت للكابتن البنة وبالتالي هو بالنسبة له نذاب يؤثر على تصنيفه في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أنه وبياخدش المباراة الكبيرة فقال لهم خلاص أنا الموسم انتهى بالنسبة لي مش عايز مباراة تسموها مباراة كبيرة عشان هي أهلي وبيرامدز لكنها مش كبيرة على مستوى أهميتها فيما تبقى من هذا الموسم